سيدة سونيا مش غريب على السيدة المصرية المعروف بأنها غيورة حبتين أو ثلاث حبات إنها توافق إن كلها ضرة كلها زوجة تانية لزوجها بص خليني أقول إن إحنا مش بنطالب بتعديد الزوجات يعني لا نسعى إن إحنا نخرب بيت آمن ونقول للزوج تزوج أخرى وأخرى بس مش ضد تعديد الزوج مش ضد لسبب أصلا قلت بحسب في الموضوع ده دايما يقولولي الستة المصرية طب إزاي إنتوا كده بتخربوا بيوت وبتهدوا بيوت وخدت قرار إن أنا فعلا مش أتكلم في تعدد الزوجات تاني وكنت فعلا لغاية ما النهاردة قريت خبر الصبح إن سيدة قتلت زوجها بتلت تعنات لمجرد إنه فكر بالزوج بأخرى فكر ده نتيجة إيه؟ ده نتيجة زوجة مصرية ولا تونسية؟ مصرية الثونسية بتاعت جائل القانون وتطلق على الأرض موجود الجريمة دي تديك إشارة لإيه؟ إن إحنا بقى عندنا ثقافة العدم اللي هو حطينا في دماغها إن جوزك لا لا يمكن نتجاوز عليك نتجاوز عليك لازم يتعاقب لازم ما يتجاوز عليك أو يفكر لازم نطلع هذا الرجل جثة جثة محروم من أولاده ومحروم من قيمة الحقوق ولازم تطرده بره البيت حاجات كتيرة عقاباً إنه تفكرت تتجاوز بزوجها أخرى مهما كانت الأسبق مهما كانت الأسبق علشان كده جينا نتكلم في تعدد الزوجات قلنا لو حدث فقالوا طب هاته مبرر قوي إنه زي ما في تونس بيقولوا هل لا تستطيع الإنجاب لا مش عارف إيه طب أنا هلغي كل الظروف دي وأقول لكم حاجة بحدة رجل يحب أمرأة أخرى يحب بس وخلي بالكو في الدين في القرآن الكريم ما ربنا قال ولن تعديلوا قصد القلب لأن أنا سهل جداً أعدل مادياً بين البيت ده والبيت ده السيدة يا إشها كانت أحب القلوب إلى سوء السلام ولن تعديلوا لسبب برضو أصل عدل القلبي ده صعب جداً أنت بيبقى عندك أكثر من ابن أو بنت مش قادرة تحبي كله زي بعض إذن العدل القلبي ليس موجود فأنا بسأل لا مفيش للقانون التونسي مفيش أسباب قوية أو زي أنتوا بتقولوا عليها لكن حب واحدة أخرى ليه نجبر هذا الرجل أن يعمل علاقة حرام وتجبر المرأة أنك تقول لك أنا موافقة يعمل أي علاقة والدين عند المرأة قوي لازم جثة يصار لي ولازم يصوم حيك يصير قوي لكن تقول لك يخني ويعمل علاقة بس ما يتجاوزش عليها ده اللي خلانا نتكلم النهاردة بثقافة التعدد لك الحق أن تقبلي أو ترفضي لكن مش من حقك تحولي هذا الرجل لجثة مش من حقك تقتليه لو مجرد أن يفكر أن يجاوز حتى أخر ترجمة نانسي قنقر